الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا أبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة وقد تتعلق لنا بأنشطة لتقويم ودعم التعلمات طبعا الوحدة الثالثة إذن المكون هو جغرافية والمرجع هو المفيد في الاجتماعيات المستوى الخامس ابتدائي نعم نبدأ على بركة الله إذن أنشطة لتقويم تعلمات ودعمها طبعا الوحدة الثالثة إذن عندنا فيها الدرس الخامس وهو مميزات نكبر الصورة وهو طبعا أعتادر وهو مميزات وطني الأنهار والسدود والدرس الثالث سنرى التمرير الأول يقول أميز الفرقة بين الوادي والنهر نعم سبق وأن درسنا الوادي والنهر ثم السؤال الثاني أعرف السد وأبين وظائفه وأسمي ثلاثة سدود مغربية وأحدد اسم النهر الذي يقع عليه كل سد إذن السؤال الثاني فيه التعريف للسد والوظائف للسؤال الثاني ثم أحدد ثلاثة سدود مغربية مع تحديد اسم النهر الذي يقع عليه كل منهما سنجيب على السؤالين الأولين ثم ننتقل إلى نعم السؤال الفرق بين طبعا الفرق بين السد والنار ها هما إذن بالنسبة الفرق بين الوادي عفوا والنار الوادي ومنخفض عميق على سطح الأرض يتكون من سفحينه طبعا وقاع وهذا الآخر أي القاع هو الذي تجري فيه مياه النار إذن باش نحض الفرق بين النهر الوادي والنار طبعا نعطيه التعريف شونه والوادي ومنخفض عميق على سطح الأرض يتكون من سفحين وقاع وهذا الآخر القاع هو الذي يجري فيه مياه النار سنرى التعريف بين النهر نهر والتجمع الرئيسي للمياه الجارية على سطحه من طاقات معينة ولكل نهر بلا ذلك نهر منبعه منبع ومصب نعم إذن من بين مميزة النار عنده منبع وعنده مصب دابا الآن جاوبنا على السؤال الأول السؤال الثاني يقول أعرف السد تعريف السد والوظائف ذياله ثم نسمي ثلاثة سؤال المغربية مع تحديد اسم النهر الذي يقع عليه نعم إذن سنرى هذا تعريف السد مهمة السد هو بناء هندسي يقام فوق وادين أو منخفض طبعا بناء هندسي السد طبعا عنده منشأة كانت تميز ببحارة السد وطبعا الحاجز تكون في مكان تكون تربة صلبة لمقاومة طبعا الطيار بهدف حجل مياه لتحكم فيها إذن سد واحد بين أندسي يقام فوق وادين أو منخفض بهدف حجل مياه لتحكم إذن من وظائف السد المحادي موضوعيف ذياله عادنا أولا توفير المياه الضرورية نحن ننقل كل المجالة اقتضادية والاجتماعية نحن الشارب والмотришь في التسماعي ثم عادنا توليد الطاقة الكهربائية إذن هذا لvic على وظيفة أخرى توليد الطاقة الكهربائية ثم الحماية من الفيضانات نعم نبني السد للحماية من الفيضانات الموالي أعطي مثالين لأنهار ذات الجريان الدائم وآخرين للأنهار ذات الجريان المتقطعين المؤقتين أو الموسمين وأبين سبب حدوث الجريان الدائم والجريان المؤقتين بالنهار إذا سنعرف شنه هو الجريان الدائم يعني دائم طول السنة النهر يجري الماء يجري طول السنة وآخر جريان المتقطع أو الجريان المؤقت أو الجريان الموسمي فهو طبعا تكون موسمي ما تكونش دائما دائم جريان إذا سنرى بعض الأنهار ها هي عدنا قبل حق السؤال الجريان النهر عدنا هنا يوم أحدد اسم النهر الذي يقع عليه كل منهما نعم ها هي هنا أعتذر ها هي إذا عدنا مثلا النهر دي الملوية فسد محمد الخامس تكون عدنا نهر أم الرابيه سد المسيرة والنهر صبو سد الوحدة والنهر اللوكوس سد وادي المخازين وعدنا طبعا نهر زيز وغير ذلك ملمور هات السؤال هذا يأتي السؤال دي الجريان الدائم يعني هنا هنحدد أنهار دي الجريان الدائم وأنهار دي الجريان المتقطع نعم جريان دائم هو الجريان المتقطع وأبين سبب حدوتي جريان دائم متقطع نعم سنجيب عني السؤال ها هو إذا عدنا نهار دي الجريان الدائم عندنا ملوية سبو نهر أم الرابيه ونهر أبي رقرهخ نعم كنا نهار أخرى والأنهار دات الجريان المؤقت متلا عدنا نهر درعا وعند نهر سبو نهر زيز إذا هذه الصورة كبيرة نهر دائم هي نهر ملوية نهر سبو نهر سبو نهر رابيه ونهر أبي رقرهخ نعم كنا نهر زيز ونهر درعا نهر درعا نمر إلى الموالي إذا سبب حدوتي طبعا الجريان سنرى ذلك أعتذر هيا نكبر الصورة إذا سبب حدوتي جريان دائم إذا جريان دائم يعني المناطق اللي كتكون فيها الأمطار غزيرة غزيرة في فصل الشتاء وكو عندها المناطق متوسطي كتتميز بوجود أمطار وبماناطق الرطبة ماناطق الرطبة يتميزوا بالتساقط الغزيرة في فصل الشتاء ومثلين أما لذلك المؤقتة يكون ماناطق الجافة والشيف الجافة علاش بسبب المناخ الصحراوي اللي كيتميز بقلة تساقطات أولا الجافة في طيلة السنة إذا قلة تساقط أو الجافة في طيلة السنة نعم دابا الآن عندنا التمرين الثاني يقول لنا أذكر ثلاثة مجالات لإستعمال الماء يعني الماء فيك نستعمله ثم أشرح الرسالة الموجهة الآخر من خلال الملصق ها هي ها الرسالة ترشيد السلاك للماء مطلب ضوري نسعى جميعا إلى تحيقه إذا اللولة بعدك نحده ثلاثة مجالات لإستعمال الماء ثم نشرح الرسالة وعاد كيف أبينه كيف يجب علي أن أتصرف من أجل تحقيق هذا المطلوب هذا المطلوب اللي هو ترشيد استعمال الماء وحسن استعمال الماء اذا هنا مجالات là أعديня نشرح uns 4 ultimare ilimare Ém أيضا المجال التأميل الماء هو أكثر من الثلاثة أعدينا المجال الاجتماعي بحل الماء الصالحي الشعور باستعمالات المنزلة لا يجب أن يكبروا الصورة سقي الحدائق ثم للمجال البيلاحي أعدينا تمعيه مياه السقي ثم توسيع المساحات المزروعة المسقي المجال الصناعي ثم نتاع المساهمة في تنمية النشاط السياحбу الثاني المجال الصيب زوج السياح قلنا ها المجال الجيميكي جل في المأسة الشارب سيعملت المنزل العام سايقي الحضائق والمجال الفلاحي توفير المياه السقي توسيع المساحات المزروعة المسقية ثم المجال الصناعي توفير المياه الدولية للنشاطات الصناعية وأخيرا المجال السياحي المساهمة في تنمية النشاط القطاع السياحة يعني طبعا المسابع بإنشاء مسابع إذن ذبا نعم شيء للسؤال ومهيم هنا تقولنا أشرح الرسالة الموجهة للآخر من خلال المرصق الرسالة ترشيد السهلاك الماء مطلب ضروري نسعى جميعا إلى تحقيقه نعم سنرى الرسالة الموجهة للآخر من خلال المرصق هو هاية كبيرة ضرورة ترشيد سهلاك الماء ضرورة ترشيد سهلاك الماء ثم الاقتصاد في استعمال الماء الاقتصاد في استعمال الماء يعني عدم تبديره ثم توعية الأصدقاء بحسن استعماله تحسيسهم بأهمية الماء وأنه الضروة لا يمكن استغناء عليها فما أحوجنا إلى الماء ما أحوجنا إلى الماء إذا هذه الرسالة ضرورة ترشيد السهلاك الماء اقتصاد في استعمال ديالو عدم تبديريه طبعا ثم توعية الأصدقاء بحسن هذه تصرفات التي transformations بك أن لا يقوم بها إذا الرسالة فقط هو ضرورة ترشيد السهلاك الماء ضرورة ترشيد سهلاك أما كيف أتصرف هي اقتصاد استعمال ديالو عدم تبدير ديالو توعية الأصدقاء بحسن استعمال هذه السؤال ثلاثة تحسيسهم بأهمية الماء وأنه تروى لن يمكن سرائها فما أحوجنا إلى الماء ما أحوجنا إلى الماء دبعا مروا المميزات وطنية الدرس الثالث تقوم تعلمات إذن عندنا هنا مميزات وطنية الفلاحة والتروى النباتية والحيوانية إذن التروى الفلاحية طبعا النباتية والحيوانية سنقرأ تقدر المساحة المزروعة بـ 8.7 مليون هكتار يعني 12% من المساحة العامة للبلاد غير أن قضية المياه تبقى مطروحة بحدة الله يرحمنا بأمطار الخير ورقة أطلقت الحكومة المغربية في أبريل 2008 مخطط المغرب الأخضر بهدف وضع الفلاحة في مقدمة الأولويات في اقتصاد البلاد وجعلها قطاعا فعالا قادرا على دفع عجلة الاقتصاد ككل ومحاربات مدى الفاقر والحفاظ على عدد كبير من السكن في المهات القروية أقرأ النسقين نسبة الأراضي أستخدم نسبة الأراضي الزراعية بالمغرب ها هي النسبة 12% وهي نسبة طبعا ضعيفة نوعا ما 12% وغير كافية 12% وهد أهداف مخطط المغرب الأخضر نحدد أهداف في هالو ها هي وضع الفلاحة في مقدمة الأولويات وضع الفلاحة في مقدمة الأولويات وطبعا أهمية الفلاحة في الاقتصاد يعني دفع أجل الاقتصاد أهداف محاربة الفاقر لحفاظ على عدد كبير من السكن في المناطق القروية إذن ها هي النسبة 12% من ساحة البلاد ونسبة الأراضي الزراعية نصوره بسابة هنا أهداف مخطط طبعا هو هذا هذا المخطط هو جعل الفلاحة في مقدمة الأولويات الاقتصاد البلاد محاربة الفقر حفاظ على عدد كبير من السكن في المناطق القروية أهمية الفلاحة في الحياة الزراعية والاجتماعية بوطني ها هي الأهمية ذلك هذا هو توفير المواد الغذائية الضرورية من المنتوجات الزراعية والحيوانية توفير فرص شغل تقريص من عدد البطالة لأن بعض المنتجات الزراعية لها ارتفاط بالصناع حلقات قصب السكر إذن توفير فرص شغل هنا سنرى الثمن الثاني يتعلق لنا بطبعا تربية المشياء ألاحظ الصورة الوحدة وأصف ما تمثله كل واحدة منهما وأبين الفوائد التي يجني الإنسان من تربية الأبقار والأغنام وأعبر عن ذلك بإنصاب الخاص إذن الصورة اللي لك تعالى تربية الأبقار وهذه الصورة الثانية تربية الأغنام هذه طبعا بصورة عصرية وليس تقليدية نعم سنرى الصورة الأولى تمثل تربية الأبقار والثانية تربية الأغنام بطريقة عصرية وهذه الطروة الحيوانية لها فوائد مهمة إذ توفروا الاحتياجات اليومية للسكان من اللحوم والألبان ومشتقاتها بالإضافة إلى توفره للصناعة من الجلد يعني يوفروا لنا المواد الأولية للصناعة من الجلد وطبعا الصوف أتمنى أن تكون قد استفدتم هذه الحصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر